بدأ مؤيدون الاستقلال الإقليمي كتالونيا احتلال مراكز اقتراع بما يفتح الباب لمواجهة محتملة مع الشرطة الإسبانية التي تلقت أوامر بطردهم بحلول غدة لضمان عدم إجراء تصويت في استفتاء على الاستقلال وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد أصرت على أن التصويت لن يتم وأرسلت آلافا من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع التصويت على خطى إقليم كردستان العراق يسعى إقليم كتالونيا لإجراء استفتاء للاستقلال عن إسبانيا رغم رفض الحكومة المركزية في مدريد وإرسالها آلافا من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع الناس من التصويت مؤيد الاستقلال بدأوا في احتلال مراكز الاختراع بما يفتح الباب لمواجهة محتملة مع الشرطة التي طلقت أوامر بترضهم بحلول يوم الأحد لضمان عدم إجراء تصويت في استفتاء على الاستقلال في هذا اليوم الحكومة المركزية أصرت على أن التصويت لن يتم وقررت إرسال الألاف من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع معيد الاستقلال من التصويت بداية أؤكد أنه لن يكون هناك استفتاء في الأول من أكتوبر في كتالونيا فهذا الإجراء غير شرعي وقد تم حضره من قبل المحكمة الدستورية من جهة أخرى أكد زعيم أقليم كتالونيا إجراء الاستفتاء في موعده مشيرا إلى أنه سيكون يوما مهما وفاصلا في تاريخ الإقليم يوم الأحد سوف نكون على موعد مع المستقبل فبعد هذا اليوم سنبدأ بالسير بخطوات ثابتة وصلبة من أجل تحقيق السيادة والكرامة لإقليم كتالونيا والتي يحاولون منعنا من الحصول عليها كان الإقليم قد شهد خلال الأيام الماضية نزول ماءات الألاف من أنصار استقلال كتالونيا إلى الشوارع للاحتجاج على حملة مدريد لمناء إجراء التصويت وصادرت الشرطة ألاف أوراق الاقتراع وفرضت المحاكم غرمات على مسؤول الإقليم وهددت باعتقالهم